من ساكم الله بالخير اليوم السبت وموضوعنا كالعادة السياسي كل سبت شفي العالم قاموا يفقدون مصداقيتهم دول تسرق من بعض ودول تستولي على شحنات دول أخرى ورؤساء دول يكذبون ترامب مرة يقول دخلنا وصلنا إلى النهاية وثاني يوم يقول ترى النهاية رح يكون وفيات فيها أضعاف البداية وشلون النهاية وفيات أضعاف البداية ومرة يقول رح أفتح الاقتصاد في عيد الفصح وراح عيد الفصح وما في شيء مرة يقول رح أسعى الفتح الاقتصاد بأسرع وقت ومرة يقول ترى مو بيدي خلاص كل واحد كل ولاية تصرف من كيفها وولي عهد بريطانيا دخل المستشفى وطلع بعد أسبوع أو مرض بكورونا وطاب بعد أسبوع اعتشافه وهو عمره فوق السبعين وجونسون رئيس وزراء بريطاني يدخل المستشفى ويدخل عناية مركزة ويطلع من العناية وسط طابور طويل من الأطباء والمرضين ولا واحد فيهم متخذ أي إجراء وقائي ما أحد متغطي بالقناع ولا أحد لابس الكفوف واليد ولا أحد متخذ أي إجراء حتى اللي دزونا ممتخذين أي إجراء وقائي من الإجراءات اللي تعودنا نشوفها اللي يلبسون لبس كامل لأنهم يتعاملون مع شخص مصاب بفيروس كورونا وأيضا هناك أخبار نشرت بأن تم توقيع الطاقم الطبي على وثائق المحافظة على السرية في نفس المستشفى وطبيبين فضوا يوقعون وتم منحهم إجازة للبقاء في منازلهم لحين انتهاء جونسون أنا من البداية قلت ما أنا مصدق مرض جونسون ولا ولا عهد البريطاني وتكلمت في مقطع سابق تقدروا أن ترجعوا له اللي بوصل الله أن الدول هذه أمريكا 720 ألف حالة بريطانيا أمية وعشرين ألف فرنسا أمية واربعين ألف ألمانيا ألمانيا أمية وشوي ألف حالة إسرائيل هذه اللي كانت بتنقذ العالم بتطلع دوة ينقذ العالم بداية موضوع لما أصيبت إيران أو بدأ الوباء ينتشر في إيران الآن 13 ألف حالة وين إسرائيل اللي مسلطة الضوء على الشعب الشعوب العربية وحاطين أيدي كوهين وربعة يحبطون العرب ويصورون لهم أن نحن أفضل منكم متقدمين أكثر منكم وأنت ولا شيء وحنا دولنا بإمكانياتها المتواضعة وبميزانياتها المتواضعة أقدرت ولله الحمد أن تصل لما وصلنا إليه حتى الآن ليش أقول متواضعة؟ لأن هذه الدول أمريكا ناتجها القومي السنوي 20 تريليون 20 ألف مليار ألمانيا 4 تريليون سنويا ناتجها القومي 4 تريليون بريطانيا وفرنسا تقريبا 2.8 تريليون سنويا هذه الدول فعلا غنية وليست دولنا دولنا أغنت شعوبها الأموال هذه وين قع تنفق وين قع تصرف الله أعلم الفكرة اللي بوصلها أن المسألة كانت ولا زالت مسألة تسويق بأن دولنا متخلفة دولنا تغرق بالفساد دولنا لا يمكنها أن تتطور لأن ما فيها ديمقراطية محنة ديمقراطية ما لها علاقة بالتطور والتقدم وتخافات الشعوب كل هذا اللي أقنعونا فيه سابقا انكشف وغرقت هذه الدول بشبر مية على القوة المصريين هل هذا الأمر بسيط لا مو بسيط لكن نحن استطعنا والله الحمد أننا تصدى له وهم ما قدروا يتصدون له البعض بيقول والله مساحة كبيرة والله تعداد سكاني عالي زين تعداد سكاني عالي تقدر تقسم أمريكا وولايات كل ولاية تواجه يعني لوحدها تواجه الموضوع وتتخذ إجراءات لكن هذا لم يحصل إسرائيل زين هل كبرها 13 ألف حالة يعني الكيان الصهيوني دولة الاحتلال عشان أبي موقفي فهذين سلطوا الإعلام وسوقوا لنا أن دولنا فاشلة وسوقوا أن النجاح بيدهم هل هم أفضل مننا بأشياء نعم بأشياء كثيرة لكن مو كل شي هل هم أقوياء نعم أقوياء بأشياء كثيرة لكن مو كل شي أمريكا تملك أقوى جيش في العالم نعم أمريكا تملك أعلى تقنية عسكرية في العالم نعم أمريكا تستطيع أمريكا استطاعت أن تغتال قاسم سليماني بالجو بطائرة مسيرة نعم لكن أمريكا أيضا انهزمت في العراق وانهزمت في أفغانستان وانهزمت في فيتنام من شعوب وأسلحة خفيفة لم تستطع تحقيق شي وولت مدبرة اللي بوصلة لكم واللي بوصلة أن التسويق هو اللي طلعنا في نظر أنفسنا أقزام وبيّن هؤلاء في نظرنا عمالقة لكن هم بشر مثلنا هم عندهم إنجازات وإحنا نقدر يصير عندنا إنجازات النظام الطبي تبين أنه كنظام كسيستم عام إداري أفضل من عندهم اللي عندنا وعندنا وجود مستوصفات عندنا وجود العيادات الخارجية وجود طريقة النظام الطبي والنظام الصحي عندنا أفضل منهم عندهم مختبرات جامعات علمية عندهم أبحاث متقدمة نعم صحيح لكن ترى كثير يقوم على هذه الأبحاث أجانب مو منهم لكنهم يجمعون العقول كثير عرب أنا قبل ثلاثة شهور أو أربعة شهور كنت في ألمانيا رحلة علاج والطبيب اللي كان يعالجني عربي أظن أني قتلكم قبلها كنت في لندن أيضا رحلة علاج سنة 2016 يمكن الطبيب اللي كان يعالج والدي إنجليزي كان طبيب كبير في مجاله جدا المساعد ماله كان عربي أيضا طبيب وطبيب كبير مبسيط قبلها بسنة 2014 أو 2015 كنت بأسبانيا وكان طبيب أيضا لعالج والدي عربي في أحد أعرق مستشفيات العيون في العالم برشلونة فالعرب موجودين في هذه المستشفيات العالمية وهم مثلنا نشأوا نفس نشأتنا يمكن وصاروا يمثلون هذه الدول هذه الدول اللي تفوقت علينا بالتسويق التسويق الإيجابي لهم والتضخيم بعد والتسويق السلبي لنا حبطونا وزرعوا ناس بين يقولنا أنتوا ما تقدرون أنتوا ضعاف أنتوا ولا شيء أنتوا في مؤخرة الركب أنتوا متخلفين وتبين أننا أكثر أنظمة سياسية رحيمة بشعوبها هي أنظمتنا أكثر أنظمة سياسية صادقة مع شعوبها هي أنظمتنا أكثر أنظمة خلتنا خلت شعوبها أولوية قصوى وأولى هي أنظمتنا السياسية ولله الحمد وحكامنا اللي يصوروهم أنهم ديكتاتوريين أو عندهم الحكم المطلق أو أنهم ما يسمحهم بالرأي الآخر أو 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 إلى آخره إلى آخره هذين اللي سوقونا هذا التسويق وطلعونا نحن تحت وهم فوق نحن بالمؤخرة وهم في المقدمة هم نفسهم اللي سوقوا لما يسمى بحقوق الإنسان هذه اللي في حقيقتها أنها تروج للمثلية وتمنع مثلا أمور يعني تمنع أن يكون عند الرجل زوجتين لكن ما عندهم مانع أن يكون عنده زوجة وصديقة أو صديقتين وثلاث ما في مشكلة ويبمنهم أولاد ويعيش معاهم ما في مشكلة ما في مشكلة أنه يكون مثلي جنسيا أو شاد جنسيا لكن في مشكلة لما يتزوج واحدة صغيرة بالسن الصغيرة بالسن هذه اللي تعتبر مراهقة بالنسبة لهم مسموح لها تمارس الحرام مع واحد آخر بسنها أو أكبر من سنها لكن ممنوع عليها تتزوج واحد لكن ممنوع عليها تتزوج واحد أكبر منها أو حتى تتزوج أصلا هي في سن عندهم ممنوع تتزوج بتاتا لكن مسموح تمارس الأمور المحرمة يمكن مسموح حتى تحمل وتيب أبناء لكن مسموح تتزوج هذه اللي يسمونها حق الإنسان هذه اللي يسمونها حق الإنسان خلت الرجل والرجل يعيشون مع بعض مثليين جنسيا أو بحياة شادة وسمحت لهم يتبنون طفل ويعيش معاهم في هذه الحياة المنحرفة يعني ينشأ ويكبر وهو يشوف الأم والأب في أسرته ذكور أو الأم والأب إناث يعني هم وسمحوا لأنفسهم أن يعيش هذا حياة منحرفة ما أعطوا الحق أن يعيش حياة طبيعية أسلبوا حق هذا مسموح في ما يسمى بحقوق الإنسان بل أن حقوق الإنسان تعدت على ما يسمى عندهم تعدت على ما يسمى عندهم أيضا بحقوق الحيوان يخلون الحيوان يكبر مهما كان مفترس ويعيش في الغابة ويعطونا مساحة كبيرة من الغابة ويدنون القرى الفقيرة المساكين ويخلون هذا التمساح اللي يربونا مثلا أو الأسد أو ما إلى ذلك يتربوا ممنوع أحد يلمسه وإذا أخذ واحد من عيالهم أثنين مو مهم هذه مشكلة نعالجها بعدين المهم لأحد يلمس هذا التمساح أو هذا الأسد أو هذا الحيوان المفترس وهذا ولدكم اللي مات الله يعوضكم عليه مو مشكلة إحنا بنحاول نمسك حيواننا المفترس فحتى ما يسمى بحقوق الحيوان تعدى على حقوق الإنسان الفعلية لكن ما يعتبرون حقوق الإنسان لأن الحيوان مقدم على الإنسان إذا كان لون غير لونهم أو من طبقة غير طبقتهم أو من مجتمع غير مجتمعهم هذا اللي أغنعونا فيه هم مارسوا التسويق أغنعونا أن هذه الدول تستطيع كل شيء ونحن لا نستطيع أغنعونا أن هذه الدولة اللي تصنع الأيرباس اللي هي فرنسا تقدر تسوي كل شيء وإحنا ما نقدر شوفنا شون غرقت فرنسا في كورونا وبريطانيا كذلك وأمريكا وألمانيا ألمانيا يمكن أقل وفيات لكن المرض متفشي بشكل كبير وهذه على فكرة الأرقام المسجلة وممنوع أحد يروح يفحص اللي يكون فيه مرض شديد أو أعراض شديدة للمرض لذلك الأرقام الفعلية والواقعية أضعاف الأرقام المسجلة هذا بسبب التسويق ومثل ما قلت لكم التسويق السياسي يدرس في الجامعات في كل الجامعات السياسية حتى الجامعات اللي عندنا يدرس التسويق السياسي لكن لا يمارس بشكل صحيح أو حتى لا يمارس بتاتا في بعض الدول نحن نشوف بعض الدول قاعدت تخذ قرارات غير مسوق لها شعبيا ودائما أذكر لكم قصة أو حادثة سياسية تتعلق بالتسويق درسناها في الجامعة في العلوم السياسية اللي هي حادثة تشريع أو منع الخمر في أمريكا سنة 1920 أو 1922 إلى 1933 تم منع الخمر طبعا الكونغرس منع الخمر بدون هذه حادثة تدرس في الجامعات ويضرب فيها المثل بأهمية التسويق السياسي لأي قرار تريد الدولة أن تتخذ هذا بالنسبة للقرارات فما بالكم بالأشياء الأخرى فما قدرت الدولة تواجه المد الشعبي الرافض لهذا الأمر فحاولت كافح تجارة الخمور وطلعت الجليمة المنظمة وآل كابوني عصابة آل كابوني وطلع خمر مون شاين المهم الشاهد من الكلام أن المسألة بشكل أكبر هي تسويقية أنتم تشوفون أفلام هوليوود تطلع أن أمريكا لا تقهر وأنها تقدر تعالج فيروسات أو تكافح وتنقذ البشرية من الأوبئة وتنقذ البشرية من حتى المخلوقات الفضائية وتنقذ البشرية من الانفجارات اللي تسير بالفضاء وتنقذ البشرية من كل شيء هذه الصورة اللي صوروها واللي وصلوها وكل واحد راح أمريكا وعاش هناك وشاف يدري أن الصورة غير واقعية وأن الواقع بعيد تماما عن هذه المثالية اللي بوصله أن نحن قاعدين نواجه سنوات طويلة من التسويق سنوات طويلة من إقناعنا أن نحن ولا شيء وأنهم أفضل شيء هم أفضل مننا قد يكونون أفضل مننا في بعض المجالات لكن مو كل شيء ونحن نستطيع أن نجاريهم نحن لدينا كفاءات عقلية وبشرية وعندنا كل الإمكانات اللي نستطيع أن نجاريهم لكن ما لم يكن لدينا قناعة أننا نستطيع فلن نستطيع